حكايتنا النهاردة بتبدأ سنة 2021 في الوقت اللي وصل فيه بلاغ لإسم شرطة الحامدية بالأصور على جثة في ترقة الماريوتية والجثة كانت لراجل في الأربعينات من عمر مصاب جروح في رأسه اللي قدت لوفاته وبدأت الشرطة في تفتيش الجثة عشان يعرفوا هوية صاحبهم لحد ما لقوا جواز صفره واكتشفوا ان اسمه خضر الشمباري مواطم فلسطيني الجنسية عنده 41 سنة وصل مصر من 20 يوم بس ومن هنا بدأت التحريات اللي كشفت القصة كاملة في سنة 2005 وفي فلسطين كان خضر شاب عنده 25 سنة وفي يوم من الأيام قابل بنت جميلة اسمها هنية وقرر ان ديها تكون مراتهم وفعلاً تجوز خضر من هنية واستمرت جوازتهم 10 سنين خلفوا فيها 6 أطفال وبسبب كده زادت المصاريف على خضر وبدأت هنية تتخانق معاه بسبب دخل الضعيف اللي مش بيكاف فيهم وبدأ يظهر كرهها وحاجدها على خضر بسبب العيش اللي ما عيشها لهم وبسبب انها ما ينفعش تطلب الطلاق من خضر عشان العادات والتقاليد فكررت انها لازم تخلص منه وبحسب اعترافاتها قالت انها حاولت اكتر من مرة تخلص منه لكن من غير ما يكون فيه دليل واحد ممكن يشير ليها بس هي فشلة وعدت فترة لحد ما جاءت سنة 2017 فاكترحت هنية على خضر انه يسافر لأي دولة اجنبية علشان يشتغل فيها عشان يحسن دخله لكن رفض خضر وده لانه مش معاه فلوسه اصلا علشان يسافر بيها ففكرت هنية في الهجرة الغير شرعية وفعلا اتعرفت على واحد من المهربين وطلبت منه ساعدها في التخلص من جوزه واتفعت معاه ان جوزه هيسافر معاه واسناء ما هم في البحر يعمل معاه خناقة ويوقع في الماية لحد ما يغرق ويموت وكل ده بمقابل مادي لكن بعدها فكرت هنية وعرفت انه ممكن واحد من المهربين يبلغ عن اللي حصل ويعترف عليها فرجعت في كلامها واستمرت في رغبتها في التخلص من خضر لحد سنة 2021 وفي الوقت ده تعرفت هنية على شاب مصري اسمه محمد واللي كان مسجن خطر وبيشتغل في مصنع بلاستر وحست هنية انه هو ده الشخص المناسب اللي ممكن ينفذ معاه الخضر فبدأت تلعب بيه وتوهمه انها بتحبه ومعجبة بيه وفعلا بعطيت له صور فيديوهات من اللي بالي بالك ووقع محمد في حبها وهو مش مصدق ان فيه واحدة ممكن تحبه اصلا وبعد فترة صدق محمد حب هنية ليه وكانت دي الفرصة المناسبة اللي هنية تحكي لمحمد عن خطتها في التخلص من جوزها وده عشان يخلالهم الجو مع بعض ويكونوا سوا واقتنع محمد بالفكرة وطلب منها انها تنقل عشتها هي وجوزها واولادها لمصر وهو هيتكفل بكل حاجة وفعلا بدعة هنية تقنع جوزها خضر ان هم يسافروا على مصر وقالت له انها تعرف سمسار هناك جاب لجوز صاحبتها شغل في مصر وممكن يجيب له هو كمان وبعد إلحاح شديد وافق خضر لانه فعلا كان عاوز يعيش اسرته في مستوى أحسن واتصل بمحمد اللي طمنه انه هيأجر لهم شقة وهيجيب له شغل وهيخليه يعيش الحياة اللي بيحلم بيها وفعلا سافر خضر مع اسرته المصر وعاش في شقة ايجار في البدرشين واللي في الحقيقة كان محمد ما أجرها لانها رايبة منه ومن هنا بدأت العلاقة الحقيقية بين محمد وهنية واللي كانت بتستغل كل فرصة لغياب جوزها عشان تكون مع محمد في الشقة وكانت بتطلب من خضره انه ينزل يفسح أولاده الستة وهي تقعد في البيت وكل ده علشان يخلالها الجو مع محمد وعلى الرغم من ان هنية كانت حامل في الوقت ده اللي انه ما فرقش معاها اي حاجة غير انها تفضل معلقة محمد اللي هينفز لها خطتها في التخلص من جوزها لحد ما فكر محمد في خطة واتفق مع واحد اسمه مجدي اللي هو كمان كان مساجل خطط اتفق معا انه يقتل خضر بمقابل ماد كبير ووافق مجدي واتفق مع محمد وهنية على معاد التنفيذ وفي مارس سنة 2021 اتصل محمد بخضر وطلب منه ينزل يقابله لانه لقاله فرصة شغل كويسة وفعلا نزل خضر لمحمد بعد ما بقى بالنسبة له أخه وصديق لانه الوحيد اللي كان بيساعده وبعد وقت طويل من البحث والتدوير المغرب قزن فكرر محمد انه يرجع البيت وينزل مع خضر تاني يوم يكمله تدوير لكن قبلها طلب من خضر ان يجي معا البيت علشان عاوز يجي بحاجة وافق خضر ومشي مع محمد بطريق مهجور جنب الترع واسناء ما هم ماشيين خرج مجد على خضر وضربوا على دماغه بالشومة لحد ما خلص عليه وبعدها سرق كل اللي معاه معده جواز الصفر في الوقت ده وصل شاب من سقارة عنده توك توك اسمه سيد واللي كان الخطوة الاخيرة في تنفيذ الخضر فاتفقوا معا انه ياخد جثة خضر في التوك توك ويرميه في ترعة المريطية وفعلا رموا الجثة في الترعة وهربوا بسرعة من المنطقة ورجع محمد بيته وبعت لهنية على الفيسبوك يبلغها من نجاح الخضر وبعد يومين تكرر هنية ومحمد انهم يروحوا اسم الشرطة علشان يبلغوا عن اختفاء خضر وده كان السبب اللي خلاهم يسيبوا جواز الصفر هو ان لما الشرطة تلاقيه تعرف اسمه بسهولة ويعرفوا ان قيلته بلغت عنه عشان مفقود وده اللي يبعد الشبه عنهم فبدأ رجال الامن في تحرياتهم على محمد واكتشفوا ان هو مسجل خطر وان هو الوحيد اللي يعرف خضر في مصر وعلى علاقة دايما بينه فبدأوا في تفتيش حساباته شخصية لحد ما وصلوا المحادسة اللي بينه وبين هنية واكتشفوا انهم على علاقة ببعد من زمان واتفقوا سواع على تنفيذ الخطة وبعد مواجهة هنية ومحمد بكل الدلائل اعترفوا ان هم اللي قتلوا خضر وتم القبض على مجدي وسيد واتحكم على هنية ومحمد ومجدي بالاعدام شونكون وكان المشهد الاخير في المحكمة الهنية وهي شايلة طفلتها الصغيرة اللي لسه مخلفاها وبتودعها هي وباية اطفالها السيد عشان تكون السبب في حرمانهم من ابوهم واموهم وتشردهم للابد وانتهت القضية على كده